حالة من القلق تعيشها المنطقة العربية أو مصطلحة على تسميتها بالشرق الأوسط في انتظار الرد الإيراني على استهداف إسرائيل نائب رئيس فيلق القدس وضباط آخرين في القنصلية الإيرانية بدمشق فمن أين سيأتي وما حجمه وأثره؟ وهل ستتكفل طهران بنفسها بالرد؟ أم سترد عن طريق ميليشياتها وأذرعها المسلحة في المنطقة العربية؟ ما تتمناه حكومة الكيان المحتل أن يأتي الرد من الأراضي الإيرانية أو من حزب الله لأن ذلك سيحقق طموح نتنياهو في فتح جبهة جديدة للصراع وإطالة فترة بقائه في السلطة لكن ما صرحت به إيران ونقلته مصادر مطلعة عن الخارجية الإيرانية أن طهران أبلغت واشنطن بأنها سترد بطريقة تهدف إلى تجنب تصعيد كبير في المنطقة وكالة رويترز ونقلا عن المصادر ذاتها قالت إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان نقل رسالته هذه لواشنطن أثناء زيارته لسلطنة عمان يوم الأحد الماضي ووفق المصادر فإن عبداللهيان ألمح إلى استعداد بلاده لوقف تصعيد في حال تلبية المطالب الإيرانية والتي من بينها مطلب الوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة إلى جانب استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي التي تعثرت منذ نحو عامين والواقع أن إيران تحاول الخروج من هذا المأزق بأقل الخسائر وإن نجحت في جني مكاسب سياسية فذلك نصر مؤذر لكنها في جميع الأحوال لا تريد التورط في مواجهات مباشرة مع إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة لأن ذلك سيكلفها على الأقل خسارة البرنامج النووي الذي تعمل عليه منذ سنوات